قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف إن بلاده تدعم عمل اللجنة العسكرية 5 زائد 5 في ليبيا وعوضح لابروف خلال مؤتمر صحفي مع نظرته الليبية نجلاء المنجوش أن موسكو تدعم قرار سحب القوات الأجنبية لافتاً في الوقت نفسه إلى أن ليبيا تحتاج إلى جهود دولية لدعم بناء مؤسسات الدولة من العاصمة الروسية موسكو دعم مباشر لاتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنعاً لأي التباس أكدت موسكو دعمها للجنة العسكرية الليبية 5 زائد 5 ولبيانها الأخير الداعي لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية أكدنا دعم روسيا لكافة المخرجات لآخر اجتماع للجنة العسكرية 5 زائد 5 والذي عقد منذ خمسة أيام وأكدنا أيضاً ضرورة التحرك قدماً بهذه الاتفاقيات بما في ذلك خروج جميع القوات الأجنبية المتمركزة في ليبيا تشكل مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أولوية دولية إذ يطالب قادة دول عربية وغربية بدرورة حل قضية القوات الأجنبية من أجل المضي قدماً في خارطة الطريق في المؤتمر ذاته أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش تقدير بلادها لدعم روسيا للمؤسسة العسكرية الليبية نثمن دور روسيا الفعال في موقفها الجدي واستعدادها للتشاور بخصوص وضع آلية محددة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية نعول أيضاً على دور روسيا الفعال في المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية وفي دعم مؤسسات الدولة الليبية شهدت الأيام الماضية جدلاً كبيراً بشأن بيان اللجنة العسكرية حيث رفضته شخصيات نافذة في ترابلس فيما أيده الجيش الوطني الليبي وتدعيات الخلاف وصلت إلى داخل اللجنة حيث قال بعض الأعضاء بعد الضغط إن البيان لم يتفق عليه جميع الأعضاء والاحتواء الموقف التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع عدداً من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة وطالبهم بالتنسيق مع الحكومة في مثل هذه القرارات معنا من بغازي الكاتب والبحث السياسي حسين المسلاتي أستاذ حسين مرحباً بك معنا إذن موسكو تؤكد دعمها لمخرجات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة هل سيكون لهذا الموقف الروسي أي تدعيات على الأرض برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكراً على الاستضافة الرسائل التي جاءت من موسكو الآن هي في حقيقة الأمر تتوافق بشكل كامل ومتناغمة مع كل المقرارات الدولية سوى مؤتمر برلين الأول أو الثاني وكل القرارات الدولية بالخصوص سوى خمسة وعشرين خمسة أو خمسة وعشرين واحد وسبعين كلها كانت تدعو إلى أخراج القوات المرتزقة والقوات الأجنبية أعتقد بأن كل ما جاء في تصريحات وزير خارجي الروسي هو متناغم بشكل كبير وكامل مع هذه المقرارات وهي رسائل في حداتها إيجابية جداً كذلك تتناغم مع اتفاق جينيف لوقف الطاق النار الموقع في 23 أكتوبر من العام الماضي وتتناغم بشكل كامل مع بيان اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زي الخمسة الأخير هذا البيان الذي لقى رفضاً ومعارضة كبيرة من عدد من قيادات تنظيم الأخوان المسلمين وعدد من قيادات التابعة للتيار الملشاوي إن صح التعبير حيث رفضت هذه المخرجات بل وذهب الأمر إلى محاولة الضغوط على أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في موقف حقيقة للأسف غير جيد ويهدد حقيقة بتعطيل وإرباك المشهد الأمني أستاذ حسين أنت قلت بأن الرسائل التي جاءت من موسكو إيجابية إلى أي حد هذا الموقف سيشجع الجانب التركي على اتخاذ خطوات إيجابية في مسألة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد برأيك أستاذ حسين تسمعني الآن أستاذ حسين أستاذ حسين يبدو أنه لم يعد يستمع إلينا نحاول أن نربط التواصل معه والكاتب والباحث السياسي حسين المسلاتي في بنغازي لنتحدث عن الموقف الروسي حقيقة الذي يؤيد ما جاء في قرارات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 أستاذ حسين هل أنت أنت معي الآن تستمع إلي نعم لا نستمع إليك بوضوح قلت أنك تقول بأن الموقف الروسي جاء بربما رسائل إيجابية إلى أي حد هذه الرسائل الإيجابية قد تشجع الجانب التركي على الانخراط بشكل فعال وفوري وجدي في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية برأيك للأسف الموقف التركي مازال يتخذ نفس المواقف السابقة حقيقة ما نستطيع أن نقرأه حقيقة في تصريحات على سبيل المثال تصريحات وزير الدفاع التركي الأخيرة الذي يعتبر في أن القوات الموجودة في بلاده هي قوات غير أجنبية وأنهم جاءوا باتفاقات شرعية هذا الموقف تطرق إليه وأشار إليه حتى وزير الخارجية التركي اليوم في خطابة وعدم تحدث بأن يجب أن لا نتحدث عن وجود شرعي وغير شرعي لأن القرارات الدولية حقيقة كلها تنص على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة بدون تمييز إذن ما تحاول تركيا أن تلعب به أو التفسيرات الخاصة بالجانب التركي والتي يتبناها أعضاء تنظيم الخوى المسلمين في ليبيا والذي حاولوا وضع تفسيرات بأن هذا اتفاق شرعي الذي جلب القوات التركية أولا حتى إذا أصلنا في هذه الناحية القانونية فأن الصراج لم يكن حقيقة عندما وقح هذا الاتفاق يملك شرعية من الأساس بعدين الاتفاقات الدولية لم تستثني وجود شرعي على سبيل المثال ووجود غير شرعي وطالبت الجميع بالخروج إذن نجد مواقف اللجنة العسكرية المشتركة تشدد على خروج الجميع بدون استثناء وهذا الموقف الذي أثار حفيظة عدد كبير من قيادات ورموز تنظيم الخوى المسلمين بل وجرموا حتى أعضاء اللجنة وحاولوا ممارسة الضغوط مثلا على سبيل المثال عندما اجتمع رئيس الحكومة الموقعة عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع قال يجب التنصيق مع الحكومة ويجب مراجعة كل القرارات أعتقد بأن عبد الحميد الدبيبة يبدو أنه فعلا تاه بكل ما تعني الكلمة لأن عبد الحميد الدبيبة من المفترض أن كان يجتمع مثلا على سبيل المثال إذا كان تدخل إيجابي في أعمال اللجنة العسكرية أو يحاول أن يدعمها قال أنكم لا تتخذ قرارات من دون رجوع للحكومة أستاذ حسين اسمح لي على المقاطعة هو قال يجب العودة أيضا للحكومة عدم اتخاذ قرارات قد تزيد المشهد من التشنج وربما هذا هو الموقف الذي صدر عنه لكن أستاذ حسين لفروف أشار إلى أن القيادة الليبية تقوم بسياغة آلية من أجل سحب القوات الأجنبية والمرتزقة هل رشح أي شيء بهذا الخصوص؟ لأن لفروف قال نحن مستعدين في إطار الجهد الدولي للمساعدة سوف نجاوبك على هذا السؤال ولكن لي تعريجة بسيطة على الموضوع حميد الدبيب حميد الدبيب إذا كان هو فعلا رئيس حكومة لكل الليبيين كان عليه أن يتعامل مع رئيس الأركان المسمى من السراج ورئيس الأركان الشرعي وهو الفريق عبد الرازق النظوري المعين من قبل مجلس النواب وأدى القسم القانوني أمام هذا المجلس ولكن هو يتعامل مع الحداد ولا يعترف بالنظوري هذا رقم واحد رقم اثنين إذا كان هو رئيس حكومة لكل الليبيين كان عليه وكان عنده حتى ملاحظات مثلا على هذه اللجنة أو مخرجات اللجنة الأخيرة اللجنة العسكرية مشتركة وبيانها الأخير كان يتوجب عليه الاجتماع مع اللجنة مكتملة لماذا يجتمع مع الخمسة الذين عينهم السراج أو يمثلون المنطقة الغربية مثلا على سبيل المثال هذا دليل أنه يمثل طرف معين وينحاز لطرف معين يمثل إديولوجيا معينة ومواقف معينة أعتقد بأن السراج بهذا التصرف يقوم بتقديم نفسه رئيس لمنطقة معينة وليس رئيس لكل الليبيين هذا رقم واحد رقم اثنين رشح الكثير من التصريبات حتى قبل تصريحات الوزير الخارجية الروسي من الجانب الفرنسي وأن هناك خطة فرنسية وخطة أمريكية لانسحاب متزام وتدريجي ويكون وفق خطة زمنية لكن تفاصيل هذه الآليات حقيقة لم تتضح حتى الآن أو لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن وأعتقد بأن التعنة التركي هو ما يعرق كل تقدم في هذه المسألة الحساسة حقيقة وليتهم كل الليبي بشكل عام شكرا جزيلا لك أستاذ حسين المسلاتي الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من بنغازي شكرا لك